قبل شهر قليل على انطلاق الألعاب الإفريقية للشباب بالجزائر لا تزال تحضير تجادية لاحتضان هذا المعيد القري الهام فبعد تخصيص مبلغ 70 مليون دولار من قيبال الحكومة قامت اللجنة المكلفة بتنظيم هذا الحدث برفقة أعضاء اللجنة أولمبية الإفريقية وممثل مختلف اللجنة الإفريقية الأولمبية بالزيارة والتفقد المرافق الرياضية للوقوف على مدى جاهزيتها نقطة الانطلاق كانت من ملعب زيارة الذي سيشهد تغييرا للأرضية ليتفقد بعد ذلك الوفد مكان إقامة الرياضيين والمتمثل في قرية الفنانين بسيرالدى والإقامة الجامعية بولد فايات لتكون بعدها آخر محطة المركب الأولمبي محمد بوضياف بمختلف مرافقه لا يوجد الشك بأنها ستقدر إن شاء الله تنظم أحسن المنشآت اللي شفناه مناية ديال المركب دير خمسة جويلية وما في المستوى خصونا بعد الإصلاحات باش يكونوا واجدين إن شاء الله من هنا الجوية التخوف اللي عندي هو بالنسبة الإقامة بحيث شفنا جوش ديال المواقع المواقع اللي هو ما فيهش عدد كبير ديال الرياضيين اللي يقدر يصادف العدد كبير من الرياضيين الموقع الثاني خصو مازال إصلاح بحيث هو سين سيتين وفير سيتار ويبقى تجهيز مختلف هذه الملافق قبل الموايد المحدد بمثابة تحدي لإنجاح هذا الحدث القرري ترجمة نانسي قنقر